السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميدي الأحزاء في هذه الحصة الجديدة التي سنخصصها لصفحة 60 من كتاب المنير في النشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي إذن الكشف إذن حصة اليوم ستعلق بالكشف عن عطب فيدارة كهربائية باسيطة إذن وضعية الانطلاق أنجزت فاطمة دارتين كهربائيتين كنلاحظوا هنا عندنا دارتين كهربائيتين الأولى والتانية غير أنها تفاجأت بعدم توهج المصباح في الدارة الأولى كنلاحظوا الدارة الأولى هي هذه كنشوفوا المصباح غير مشتغل غير متوهج أي غير مشتعل في حين توهج في الدارة الثانية هذه الدارة الثانية كنشوفوا المصباح متوهج إذن تسألوا غاد نوضعه مثلا في نظركم قد نسألوا عن سبب عدم توهج المصباح في الدارة الأولى لماذا لم يتوهج المصباح في الدارة الأولى؟ وفي نظركم لماذا؟ ربما هالدارة الكهربائية الأولى قد يكون فيها شيء عطب إما يكون الأسلاك يعني أسلاك التوصيل غير صالحة يعني تالفة قد يكون العمود أيضا غير صالح إلى غير ذلك إذن ربما يوجد بها عطب لماذا لم يتوهج المصباح في الدارة الأولى؟ جواب أو فردية ربما الدارة الكهربائية بها عطب إذن شوفوا المناولة الثانية إذن لدينا العناصر الآتية المصباح رقم 1 كما نلاحظ هنا في الصورة هذا هو المصباح رقم 1 المصباح رقم 2 هو المصباح رقم 2 والبطارية رقم 2 هنا هيا؟ هي البطارية رقم 2 في الصورتين. علما ان اسلاك الربط. البطارية رقم واحد. البطارية رقم اثنان. علما ان اسلاك الربط صالحة. اذا اسلاك الربط او اسلاك توصيل هادو هادلي في الكندكتور صالحة. يعني اه يعني خدامة غير تاليفة يعني صالحة للاستعمال تقدر تشعل لنا المسبح. نغلق الدارات الكهربائية نحن نقوم بغلق الدارات الكهربائية بعد القاطع هذا. ونحصل على الوضعيات كما هو مبين في الرسم اسفلها. ونحصل على هاد الوضعيات هادو. اذا. والاكتشاف العنصر المعطل انجزنا التراكيب الاتية. اذا هنه هاد نتعرفو على الجزء المعطل في هاد الدارات الكهربائية. اذا هنتعرفو على قلنا العنصر المعطل. هل المسبح الاسلك ام العمود او البطارية. اذا الاحظو اجيب باستعمال مفردات معطل او غير معطل. اذا المسبح رقم اي واحد. اذا نشوفو فين هو المسبح رقم واحد وهذا. كنلاحظو بانه غير مشتعل. قلنا و الاسلك ديالا الربط صالحة. اذا هنه كيبلينا بان المسبح هو اللي معطل. لماذا وليس العمود؟ لان العمود رقم اتنان ها هو. هنا العمود في هذه الحالة شعل لنا المسبح. وفي هذه الحالة مشعش لنا المسبح. اذا العمود هنا خدام. والاسلك خدامه. والمسبح مشعش. اذا المسبح هو اللي معطل. رقم واحد معطل. نشوفو المسبح رقم اتنان. في نوع المسبح رقم اتنان هو هذا في هذه الوضعية هذه. المسبح رقم اتنان هل معطل ام غير معطل. المسبح رقم اتنان غير معطل. لماذا؟ لانك نشوفو ها هو المسبح المصباح 2 غير معطل المصباح 2 غير معطل المصباح 2 غير معطل المصباح 2 غير معطل لماذا؟ لأنه لم يقوم بإشعال المصباح لماذا؟ لأن المصباح غير معطل المصباح 2 غير معطل المصباح 2 غير معطل لأنه قام بإشعال المصباح 2 المصباح 2 غير معطل المصباح رقم واحد المصباح رقم واحد العنصرين المعطلين اقرأ ثم املأ للكشف عن في دارة كهربائية للكشف عن عطب لكشف عن العطب كهربائية كل العنصر منها كم مدرنا هنا العمود الاول رقم واحد مخدمش نجيبوه عمود ثاني المصباح رقم واحد مخدمش لنا نجيبوه مصباح ثاني كان بدلو عنصر بعنصر باش نكشفوه على العطب كم العنصر المخدمش واش البطارية واش المصباح واش الازلاء اذا في دارة كهربائية ما نستبدلو نستبدل كل العنصر منها بماذا؟ بمثيل له في دارة كهربائية غير معطلة يعني كنجيبوه المثيل ديك العنصر لمخدمش وكنديروه في دارة كهربائية يعني غير معطلة يعني صالحة اذا استثمر تعلماتي وجدت زينب بطارية في المنزل كيف نتأكد أو تتأكد من أن البطارية مستهلكة أم لا زينب وجدت واحد بطارية في المنزل وبغلت تعرف واش هذه البطارية يعني خدامة يعني باقعة عمراء ولا غير يعني مستهلكة شو غادي تدير؟ غادي تجيبها وغادي تتركبها في واحد دارة كهربائية إذن ستقوم بتركيبها في دارة كهربائية وذيك العناصر ستكون غير معطلة يعني تجيب المصباحة غير معطلة وجيب أسلاك غير معطلة وتجرب البطارية ديالها إذن تقوم بتركيبها في دارة كهربائية عناصرها غير معطلة اكتفتي 2 ساعد أغياليزي انسيخويت إلكتريك سامبل يعني ساعد قام بإنجاز وتركيب واحد دارة كهربائية بسيطة ان اتلزان او لامب او بيل انبونيتا يعني استعمل لنا واحد المصباح اللي هو هذا اللامب وسعمل لنا البيل البيل هي هذه العمود يعني هادو خدامين انبونيتا هادو خدامين مي الكنستات كو اللامب نسالوين با ولكن لاحظ بأن المصباح مشعلش إذن المصباح خدامون بالطارية خدامة وعلش مشعلش إذن العطاب ميزا يكون في هادو خدامة في هادو خدامة فهاد الاسلاك التوسيل هادو خدامين الاسلاك التوسيل نصنبا امبونيتا يعني ماشي في حالة جيدة. إذن جو بخبوز une méthode بوردتكتي العبان. جنوية الطريقة باش نحددو. نحددو دتكتي يعني باش نكشفو عالالعطاب. شنو رسنا نديرو. سنبدلو نجيبو أسلاك جديدة ونشوفووش العطاب جاي من الأسلاك. انوا شانجي لفيل كوندكتور بار دوتر فيل امبونيتا. نحيدو هادو جيبو حدين يعني في حالة جيدة. دانك لفيل كوندكتور نصنبا امبونيتا. كيس كون دوا فار بوردتكتي العبان. نشانج لفيل كوندكتور بار دوتر فيل امبونيتا. كما قلنا هنا نستبدل كل العنصور بمثيل الله في دارة كهربائية غير مات. يعني غادي نبتلو هاد العنصور هادا اللي هو الاسلاك باسلاك أخرى يعني صالحة. وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. شكرا وإلى اللقاء.